ونحن ندعو اليوم إلى تبني الدول العربية على كافة المستويات البرلمانية والحكومية قرارا بعودة سوريا إلى محيطها العربي وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل بعد قطيعة وفتور فالعلاقات العربية مع الجارة السورية قاد العراق وفدا من رؤساء البرلمانات العربية إلى دمشق لينهي ضبابية المواقف بشفافية العلاقات التاريخية مع دمشق سعادة ومعالي الأخ العزيز أستاذ محمد ريكان الحلبوسي صاحب المبادرة ما كانتش مدرجة في جدوى الأعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المقام حاليا في بغداد لكنه سيادته عرض علينا الفكرة ولاقى إجماع على إدراك هذا البند سياد توفر لنا الطائرات العراقية وخط سرها في سواني لها تروحوا دمشق تلتقوا بفخامة الرئيس الدكتور بشار ثم تلتقوا بإخوانكم في مجلس الشعب السوري وفور وصول الوفد برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي التقى بالرئيس السوري بشار الأسد في قصر الشعب معلنا تضامنه مع الشقيق سوريا والوقوف مع شعبها واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة بعد كارثة الزلزال الذي أصاب عددا من المدن والقرى فيها وفيما أكد أعضاء الوفد العربي ضرورة العمل المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الصاحات العربية والإقليمية والدولية الوفد ضم بالإضافة إلى الحلبوسي رؤساء مجلس النواب في الإمارات والأردن وفلسطين وليبيا ومصر فضلا عن رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان والأمير العام لاتحاد البرلماني العربي لتصل رسالة العرب إلى دمشق والعالم بأجمعه ليكونوا في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى إذن يقود العراق ببرلمانه مبادرة طالما عاجزت البلدان الأخرى عن فعلها منذ نحو 12 عاماً اشتركوا في القناة